بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل يبقى شيعيا من ينكر أحد الأم الأثنى عشر ماذا يعني أحمد الكاتب بكتابه عشر ناقص واحد يساوي صفر الصادر عام 1974 بعد قليل سنكون معكم إن شاء الله هل يبقى شيعيا من ينكر أحد الأم الأثنى عشر وماذا يعني أحمد الكاتب بكتابه الصادر عام 1974 10 ناقص واحد يساوي صفر هل يبقى شيعيا من ينكر أحد الأم الأثنى عشر دقائق وسنكون معكم إن شاء الله ماذا يعني أحمد الكاتب بكتابه عشر ناقص واحد يساوي صفر أنا أعتذر منكم النت عندي ضعيف هذه الأيام قد نشتراك في البيتي والبيتي مقطوع ونعتمد على جيراننا في مع الإذن طبعا أثار الشيخ الأستاذ في الحوزة العلمية الشيخ أكرم الماجد سؤالا في صفحته هذا اليوم بأن إنكار أحد الأم الأثنى عشر لا يخرج المنكر المنكر من المذهب وذلك لأنه ليس إنكارا عينيا وإنما هو إنكار علمي يتقيم بقيمة بحثه كتب يعني أدت جمل مقطع صغير في هذا الموضوع وهذا أثار نقاش ساخن جدا وطويل وعليل جدا يعني اضطر الشيخ أن يوضح أدت توضيحات ويعلق ويجيب ويعني أنه من ينكر سواء يعني عينيا أو ألميا هل هذا يبقى شيعي أو لا طبعا هنا الكلام أولا نعرف الشيعي من هو الشيعي أو الشيع عموما في نهاية القرن الثالث الهجري كانوا يعدون سبعين فرقة كما عدهم وكتب عنهم الشيعي الإمامي المؤرخ المتكلم أنه بختي في كتابه فرق الشيع معروف هذا الكتاب من القرن أواخر القرن الثالث أو بداية القرن الرابع كتب هذا الكتاب لأنه كان هناك زيدية لا منهم أصلا بمبدأ الإمامة الإلهية وزيدية فرق عديدة وكذلك الإمامية أيضا تفرقوا إلى فرق عديدة منهم كان إسماعيلية وواقفية وفطحية ومسوية وقطعية وغيرهم فإذا واحد اختلف في موضوع إمام معين وكثيرا ما اختلف أولاد الإم كانوا يختلفون بعد وفاة كل إمام فهل نطلق عليهم شيعة أو لا والآن إذا واحد ما آمن بـ 12 آمن بـ 7 مثلا إلا جعفر الصادق وإسماعيل أو الـ 6 مثلا أو الـ 5 يعني هل نسميه شيعي أو لا ما هو المذهب أساسا يعني هذه الأمور تطورت عبر الزمن وحدثت فيها تصورات عديدة وأراء كثيرة فلا يمكن أن نسلب صفة التشيع من أي شخص لا يؤمن بأحد الإم سواء يعني بأي ما يعني الإمام موجود وقال لا أعترف بك أو الإمام غير موجود وقال لا أؤمن بوجود هذا الإمام أساسا كالإمام الثاني عشر أنه لم يثبت لي ولادته أساسا فهل نسميه شيعيا أو لا وهذا يعيدني بالذاكرة إلى الوراء إلى أكثر من أربعين عاما عندما كتبته كتابا عنوانه عشرة ناقص واحد يساوي صفر كتبته وأنا في العراق سنة 1973 وعندما خرجت في تلك السنة من العراق طبعته أدط طبعات في بيروت وفي الكويت وفي إيران وكتاب مشهور عشرة ناقص واحد يساوي صفر معادلة غريبة يعني ومتطرفة نوعا ما وعلى ظهر الغلاف أو على وجهه يعني هذه الآية يا أي الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذه الآية التي يفسرها الشيعة الإمامية بالإمامة أنه بولاية علي بن أبي طالب يا أي الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي بين قوسين حطون في موضوع الإمامة وإذا ما بلغت فالإسلام كله يروح فما بلغت يا أي الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغ فما بلغت رسالته وكذلك الناس بعد ذلك إذا جاءوا بالإسلام كله صلوا وصاموا وحجوا وزكوا وخمسوا وكل شيء فعلوا وعملوا ولكن لم يؤمنوا بالولاية فأن إسلامهم لا يغني شيئا ولا يكتمل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يقولون أن هذه الآية نازلة في موضوع الولاية بعدما النبي بلغ موضوع الإمامة في غدير خم فنزلت هذه الآية الأخرى يعني آيات تتركب مع بعض وبالتالي ليس من التشيئة يخرج يخرج من الإسلام ربما يعني أنه لا فائدة من الإسلام بعدما إلى قيمة لأنه عمليا الولاية سقطت ويصبح شيء يعني بسيط أو قشري أو جزئي أو ناقص هذا ما كنت أؤمن به أنا شخصيا في السبعينات والثمانينات إلى أن قمت بدراسة نظرية الإمامة من جديد وأعادت النظر فيها ودرجت مفرداتها بدقة مفردة مفردة وإمام إمام كيف أصبح الأمة واطلعت على تفرق الشيعة واختلافهم ومذاهبهم المتعددة وأن القول بوجود الإمام الثاني عشر لم يكن واضحا ومشهورا عند الشيعة إنما هذا أجمع عليه فيما بعد أو اتفق فريقا منهم عليه فيما بعد في القرن الرابع الهجري وولدت الفرقة الاثنى عشرية الفرقة الاثنى عشرية التي تعتقد بوجود أئمة اثنى عشر أو اثنى عشر هذه فرقة ولدت في القرن الرابع الهجري واختلقوا أحاديث حول موضوع الأئمة الاثنى عشر وقالوا أن النبي قد نص عليهم واحدا بعد واحد وهناك قائمة من أول يوم كانت معروفة قائمة بأسماء الأئمة الاثنى عشر ولذلك من ينكر واحد من هؤلاء الأئمة فهذا كأنه أنكر كلهم وهناك حديث يتداولونه من أنكر أحدنا أو آخرنا كأنما أنكرنا كلنا يعني كل الأئمة والذي ينكرنا ينكر النبي أيضا فراح تدقين كل راح والمذهب كل يطير والذي يخرج المئة من بشخص واحد حتى لو حصل عنده شك أو يعني تردد هذا خرج من المذهب ويجب أن يخرج من المذهب هكذا كنت أعتقد في الحقيقة حتى ذلك الحين في السبعينات طبعا أنا شأت على هذه الفكرة في الستينات وبدأت أكتب فيها في السبعينات والثمانينات إلا أن قمت في آخر الثمانينات بالتسعة وثمانين بالسنة التسعين قمت بدراستي المعروفة التي سجلتها في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه وأن الإمام الثاني عشر هذا موضوع لا توجد عليه أدلة وبراهين تاريخية توجد أحاديث أحاديث يمكن نختلاقها بأي ساعة بأي لحظة وتوجد أدلة فلسفية أدلة فلسفية على أنه يقولون عقلية وهي لست بعقلية على أن يجب أن نفترض وجود ولد الإمام الحسن العسكري وهو الثاني عشر وهو غائب وهو المهدي المنتظر وسوف يخرج ويربطون كل الحياة به بعد ذلك ويجون المراجع الفقهاء الحكام الآن يقولون لك إحنا أدنى شرعية أن نحكم لأننا نواب ذلك الإمام الغائب الذي لم يره أحد وهم لم يره أيضا لا أحد من المراجع يدعي أنه شاهد الإمام أو رآه أو التقى به إلا بعض الحكايات والإشاعات والأساطير يعني اللي ما يمكن نعتمد عليها أنا قرأت معظم ما كتبه الأخوة أو قسم منه بالحقيقة لأنه الشيخ متواصل يحاول يدافع عن هذه الفكرة أنه إذا أنكرنا أحد الأئمة يعني إنكار أحد الأئمة لا يخرج المنكر من المذهب يعني باعتدال حتى يبقى نحافظ على وحدتنا وإلا إذا كل يوم اختلفنا مع واحد بفكرة معينة وخرجناه من المذهب أو خرجناه من الدين فرح يصير نوع من الإقصاء والتشدد والتطرف والانكسام والصراع والحدة والعنف في مجتمعاتنا فالشيخ أيضا كتب مرة أخرى توضيح للمنشور رقم اثنين الإنكار الألمي لأحد الأئمة الاثنين عشر الإنكار الألمي لا يخرج المنكر من المذهب الإنكار الحقيقي هو أن يتوجه المنكر لأحد الأئمة فيعرفه عينا وشخصا وينكره فهذا المنكر لم يعد من المذهب الاثنين عشرين طبعا ما رح يقوم بالاثنين عشرين وأما لو أن المنكر أنكر أحد الأئمة بعد البحث الألمي لطول المدة وبعد الزمان فمن حقه حسب بحثه وحجة أدلته أن يثبت وينكر وهذا الإنكار الألمي غير الإنكار الحقيقي إذ لو أن المنكر ألما تبين له الإمام بعد إنكاره لآمن به وصدق فهو ليس منكر حقيقة ولا يخرجه إنكاره من المذهب بل ولا هو المنكر للإمام الذي أنكره ألميا على الحال أنا لا أريد أن أناقش هذه الفكرة الإنكار الألمي أو الحقيقي النتيجة النتيجة البعض كما شاهدت ومنهم الأخ رائد الموسوي قال كيف رفض هذه الفكرة طبعا وهو صديق قديم عندنا وعزيز ودائما يناقش ويبحث ودائما ينافح عن هذه الفكرة الاثنين عشرية ويدافع عنها كثيرا ويقول كما قال الآن في تعليقاته بأن هذه القضية الاثنين عشر إلى عمل اثنين عشر يوجد تواتر عليهم ومن ينكر التواتر يعني هذا خرج من مذهب إذا ما خرج من الدين أنا أقول يعني كما كنت أقول سابقا فالتواتر الشيخ ناقشه هو الشيخ أكرم الماجد حفظه الله ناقشه وقال له يعني هذا التواتر وين موجود؟ بأي جيب بأي وقت موجود في مثلا في القرونة الأولى أم بعد ذلك حصل وما يعني ما طلعت على مناقشات كثيرة حول هذا الموضوع لأنني لم أتابع في الحقيقة لم أتابع كل ما كتب ولكن كفكرة يعني أنا أيضا علقت على الموضوع أنه يعني مع الأسف البعض يعني يستخدم كلمة متواتر أو كلمة حديث صحيح حتى حتى لو خبر أحد أنه هذا الحديث صحيح طيب أنا شو أعرفك معنى الصحة؟ شو أعرفك معنى التواتر؟ وكيف تثبت يعني وين الصحة؟ يعني هل درست السند؟ السند وقارنت الأحاديث بالأحاديث الأخرى؟ والتواتر؟ شلون تعرفه؟ إذا هو بعد وفاة الحسن العسكري الشيعة يعني ما يعرفوا وجود ولد له لم يعرفوا وتفرقوا أربع عشرة فرقة كما يذكر كل مؤرخينا كل مؤرخي الإمامي الأثنى عشرية يقولون من كتاب نوبختي فرقة الشيعة إلى كتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعري القمي وكل الكافي، الصدوق، الطوسي، المفيد، المرتضاء كلهم يذكرون أن أماني أنه صار فيه اختلاف بين الشيعة وصراع وعركات وواحد تكرمون صار يبصق بوجه الآخر ونزاعات عنيفة أنه ما هو الحل وماذا حدث بعد وفاة الإمام العسكري الذي لم نجد له ولداً ظاهراً فقسمه قال بعدم وفاة العسكري قسمه قال بعدم إمامته قسمه قال لا بعودته لحياة مرة أخرى قسمه قال لا سوف يعود قسمه قال كان ولد عنده في بطنة جارية ولم تلد بعد أو ولدت بعد أو ستلد في المستقبل أحدث كثيراً فرق عديدة صاروا فأسمو ذلك العصر عصر الحيرة فإذا كان هذا العصر يطلق عليه عصر الحيرة فأين هو التواتر بوجود أم 12 وهذا هو الثاني عشر يعني مع الأسف يعني الأخ رائد الموسى وغيره يطلقون أنه فيه تواتر كيف يكون تواتر وفيه خلاف وفيه جهل وفيه غموض وما أحد ما يعرف وجود ولد هذا وفيه نصوص أدم لا تسموا الذين قالوا بوجود ولد العسكري قال يحرم تسميته طيب كيف النبي يسمى وإسمه فلان ابن فلان محمد بن حسن العسكري وأنت تقول يحرم التلفظ باسمه يعني أنه بعدها أحاديث الـ 12 ما كانت مختلقة بعدها ما كانت مختلقة في بداية القرن الرابع وأواخر القرن الثالث وإذا أدنا للتاريخ حتى نظرية الإمامة كلها كان فيها نقاش وفيها جدل وهي نظرية سرية لم تكن نظرية أهل البيت العلنية أهل البيت كان ينفوها وهي تصريحاتهم وأقوالهم ومشيرتهم وأعمالهم كلها تنافي نظرية الإمامة ولم يكونوا يدعون لا الأصمة ولا النص من الله عليهم ولا حتى حديث الغدير يعتبروا حديث بالنص على الإمامة على الإمامة وإذا جئنا ندرسنا تاريخ الأمة واحد واحد نشوف فيه غموض عند التاريخ الشيء يدرس كتب المفيد التي لم أكن درستها من قبل في الستينات والسبعينات والثمانينات ولا كتب الشيخ الطوسي ولا المرتضى ولا الصدوق ولا الطوسي عندما تدرسون هذه الكتب تعرفون أنه التطور اللي حصل فيه نظرية الإمامة نظرية الإمامة ما كانت موجودة وما كانت معروفة ومشهورة إنما عند بعض الغلات كانت موجودة وبعض المتكلمين وصاروا يصنعوا أحاديث وينسبوها للأئمة وفي بداية تكون نظرية الإمامة ما كانت إثنى عشرية كانت نظرية أن الإمامة في هذه السلالة العلوية الحسينية إلى يوم القيامة مثل الإسماعيلية الآن إسماعيلية لا يزالون على هذه النظرية يعتقدون الإمامة في السلالة الإسماعيلية يعني العلوية الحسينية الإسماعيلية ليس المسوية المسوية أيضا كانوا يعتقدون هكذا كانوا يعتقدون الإمامة إلى يوم القيامة هي مقابل نظرية الشورى نظرية الشورى إلى يوم القيامة هذه باطل النظرية مقابلها نظرية الإمامة الإلهية القائمة على النص والأسمى في الإمام الذي لا نعرفه إلا في هذه السلالة طيب إذن كيف متى صارت الاثنى عشرية أحاديث الاثنى عشرية أين كانت ما كانت موجودة اختلقت فيما بعد في القرن الرابع الهجري ولم تكن متواترة ولم تكن حتى ريحة إلها موجودة طيب ادرش حيات الأئمة واحد واحد الإمام زين العابدين ما هو النص على زين العابدين هل يوجد نص بالإمام على الإمام زين العابدين يقولون إيه النبي نص على يوم الثنى عشر لا هذا خلوه على صفحة النبي ما نص على أحد ولا من نص على لا ثمعش ولا ثمعش ألف ولا ثمعش مليون واحد ما هذا خلوه على الجنب ادرسوا تاريخ الأئمة شوفوا الحديث اللي يروي الكافي ويروو الآخرون أنه حدث نقاش بين محمد بن حنفية وبين زين العابدين نقاش يعني فكري هو مختلق يعني نقاش مفترض لم يحدث هذا النقاش وإنما إجوا ناس تخيلوا هذا النقاش في القرد الثاني الهجري فقال للمحمد بن حنفية قال زين العابدين أنا الإمام تعال أنت تتبعني قال له لا أنت لست الإمام أنت لست معي من قبل الله قال أنا وصي على ابن أبي طالب وأخ الحسن من الحسين قال له لا هذا لا يكفي طيب ماذا يكفي قال له نذهب إلى هل يوجد نص عليك لا يوجد نص على زين العابدين لا أحد يدعي لا أحد أبدا لا المفيد ولا التوسي ولا المرتضى ولا الصدق ولا واحد يدعي وجود نص بالإمامة من الحسين على علي من الحسين حتى الإمام الحسين يقولون أوصى إلى أختي زينة برعاية الأطفال يعني لم يوصى بالإمامة فقال له نذهب إلى الحجر الأسود نحتكم إليه والحجر الأسود سلم على علي بن حسين ولم يسلم على محمد بن حنفية صارت معجزة الحجر الأسود تكلم وبهذه المعجزة يثبتون إمامة زين العابدين لا يوجد أي شيء آخر توجد معاجز أخرى شبيهة حصواية ومادر شنو وكذا خليها على صفحة إعلان هذه الأسطورة الأساسية التي قامت عليها نظرية الإمامة طيب وبعد ذلك ما هو الدليل على إمامة الباكر إمامة زين العابدين عنده عشرة أولاد كيف نثبت إمامة الباكر طيب بعد ذلك كيف نثبت إمامة الصادق إمام الصادق قال إسماعيل بعدي إسماعيل مات بحياته قال أنه لقد بدأ لله في إسماعيل وتفرق الشيعة في حياة الصادق وقالوا أنه معنات أنه لا يتكلم عن الله أنه هذا الشيء عرفي عادي قال هذا بعدي ومات ابنه وصارت الفرقة الإسماعيلية قالوا لا مدام هو نص عليه فإذن هو الإمام وما مات إسماعيل وإسماعيل بقى حي وبعدين مات وصارت الفرقة الإسماعيلية ثم إجينا على بعد الصادق من الإمام بعدك لم يقل بعد ذلك من هو الإمام بعدي قال الأكبر من والدي شوفوا جالس مجلسي ليديع الإمام راحوا وشافوا عبدالله الأفطح أكبر أولاده وجالس مكانه وتقبل التعازي ويقول عن الإمام يعني الإمام زعيم يعني زعيم مثل أي ابن مرجع أو ابن عالم يموت يجون إلى ابنه يرحون فراحوا إلى عبدالله الأفطح عبدالله الأفطح توفى بعد سبعين يوم وما عنده أولاد فما قدروا يتسلسلوا بالإمامة في أولاده فراحوا إلى موسى بن جعفر قسم شو طبعا لأسمه وقسم احتفظ فيه وقسم راح اختلق لولد اسمه محمد بن عبدالله وقال هو المهدي وهو غائب وسوف يخرج وكذا وصار يألف أساطير حول محمد بن عبدالله الأفطح ثم راحوا إلى موسى بن جعفر رفض الإمامة رفض قيادة الشيعة بعد وفاته أيضا رفض أبنائه الاعتراف بعلي بن مسرده ورفض عامة الشيعة أصلا ما كان يعرفون زرارة يموت ما يعرف منه الإمام بعد الصادق زرارة أعظم تلاميذ الباقر والصادق وهم ما كان شي بدينه موجود ما كان يعرف هاي القائمة المسبقة الموجودة من النبي وهي أسطورة اختلقوها بعدين في القرن الرابع الهجري راحوا عليه الرضا بعد ما المأمون استدعاه فكم واحد راحوا آمنوا بإمامته الان صار ولي عهد وراح يصير خليفة فالجزء من الواقفية انقلبوا وقفوا على موسى بن جعفر وقالوا هو المهدي المنتظر وهو غائب وهو كذا ولكن وبعد عشرين سنة المأمون استدعى الرضا فراحوا قسم من الناس يا الله خلونا نلحق بلكن نحصل شي الرضا يموت ابن الجواد أمر 7 سنين قالوا شلون يكون طفل صغير لا يصلي لا يصوم لا محجور عليه ما يقدر يصرف بأمواله يجي يصير إمام المسلمين أو إمام الشيعة فأيضا عبد الرحمن فيه من قادة الشيعة رفضوا الاعتراف في إمامة الجواد قال الطفل هذا شلون منين تعلم أبوه تركه بالمدينة وما علمه ألمه من وين من الله صار وحي نزل عليه وكذلك الهادي أيضا كعمر 8 سنوات لما توفى الجواد أيضا حدثت مشكلة ثم الهادي يوصي إلى ابنه محمد سيد محمد مدفو في بلد ويموت في حياته ويقول لقد بدأ لله في محمد كما بدأ في إسماعيل البداء البداء هذا ينفي موضوع القائمة المسبقة إذن كان فيه تبدل وتغير بأسماء العم وحصول البداء فيهم فأين كانت القائمة لماذا النبي يسمي قائمة وثم يحصل بداء هو الإمام ما يعرف من اللي بعده يوصي بواحد ويموت وبعدين يوصل واحد ثاني ثم يقول لحسن عسكري يا بني أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمره أو أحدث فيك نعمة يعني الهادي ما كان يعرف الحسن عسكري رح يصير إمام والحسن عسكري ما يعرف نفسه رح يصير إمام إلا بعده فات أخيه كما موسى بن جعفر بعده فات إسماعيل فأين القائمة المسبقة بأسماء الأمة اللي نبي وإصاليهم واحد بعد واحد وإذا واحد بحث ودرس وشك بواحد وما اعترف بواحد خرج من التشيؤ خرج من المذهب هذا البحث كله بحث تاريخي بحث عقيم بحث ما إلى معنى اليوم كل هذا البحث البحثت لكم إياه سواء آمنت بالأمة 12 لو ما آمنت فيهم آمنت بأمة 20 واحد 100 واحد ألف واحد لو ما آمنت بهم شون يغير بدينك شون يغير في حياتك الآن الإسلام باقي نفسه ما يتغير الإسلام هو توحيد الله والإمام بالنبي والأنبياء والإمام بالآخرة هذه أركان الدين الثلاثة والفروء الصلاة والصوم والحاج والزكاة والأمر معروف هذا الفروء تعرفوها والقوانين الأخرى هذا هو الدين الدين ليس بحاجة إلى نظرية الإمامة وأساسا في القرآن الكريم لا يوجد أي حديث عن موضوع الدستور والنظام الحكم والإمامة ومن يكون الإمام والإمامة تكون في أي عائلة وما هي صفات الإمام وما هي كذا وما هي علاقة بين الإمام والناس هذه كل الأمور اختلقوها الناس بعد النبي لا القرآن تحدث عنها ولا النبي تحدث عنها هذه أمور ناس قالوا شورى وناس قالوا الخلافة في بني العباس وناس قالوا الخلافة في بني فاطمة وناس قالوا في بني علي وفي الحسنين أو الحسينين كل هذه اجتهادات ونظريات بشرية نظريات سياسية بشرية قديمة بعد الآن ما موجودة وليس لها وجود اليوم الآن لا يوجد شئة اليوم لا يوجد شئة إمامية يوجد ناس يوجد شئة مرجعية اليوم والشئة المرجعية فرقة جديدة هذه الشئة المرجعية فرقة جديدة حادثة حدثت من القرون وهي قامت على أنقاض نظرية الإمامة كما شيعة ولاية الفقه شيعة ولاية الفقه أو المسلمين الذين يتبعون ولاية الفقه هم يؤمنون لا يؤمنون بالأصمة ولا بالناس ولا بالسلالة العلوية الحسينية الآن أي واحد يمكن يصير إمام في إيران أو في العراق أو في لبنان أو في باكستان أو في أي بلد آخر الشيعة يصبحوا ديمقراطيين شيعة ديمقراطيين مسلمين ديمقراطيين يؤمنون بالنظام الديمقراطي حتى ما راجع الشيعة يؤمنون بالنظام الديمقراطي لا يوجد معنى لنظرية الإمامة اليوم ولا يمكن تطبيق هذه النظرية المثالية الخيالية الوهمية التي لم يكن لها أي أساس لا سابقا ولا لاحقا الآن اللي يهمنا يهمنا أنه النظام السياسي ما أنه كيف نطوره وكيف نرشده وكيف نصلحه إذا فيه فساد كيف نصلح هذا النظام ما هي الألاقة بين الشعب أو الشعوب آمة وحكامها الحكم يكون حكم عسكري أو حكم ملكي وراثي أو حكم مثلا ديني أو لا حكم مدني والحاكم المدني ما هي صفاته التي يجب أن ننتخبه فيها وكم دورة ننتخبه وكيف سلطة تكون النظام يكون قويل ويكون ضعيف هذه التفاصيل الآن نعاني منها ونحتاج إلى بحثها أما أنه واحد آمن بأحد الأئمة أو لم يؤمن بأحد الأئمة آمن بكل الأئمة أو لم يؤمن بكل الأئمة لا يقدم ولا يؤخر إلى أئمة مكانهم محفوظ علماء أبرار ثوار زهاد طبقوا الإسلام في حياتهم وأدهم يعني شيرة حسنة ويمكن أن نتبعهم ونقتدي فيهم ونأخذ من علومهم هذا ما يكون فرقة ذيك الأيام الفرقة الإمامية كانت تعتقد أدها نظرية دستورية أن الحكم في هذه العائلة وليس في تلك العائلة لذلك كانت تختلف هذه الفرقة عن الفرقة الأخرى العباسيين كانوا يقولون لا الحكم في سلالة العترة عترة النبي اللي هم عشيرة النبي يعني العباسيين العباسيين أولاد عام النبي فإذن الخلافة فيهم العلوين قالوا لا نحن أولى منكم نحن أولى منكم نحن أبناء علي ثم اختلفوا قال أبناء الحسين نحن أبناء الحسين أبناء الحسين قال لا الخلافة في أبناء الحسن والحسين ثم اختلفوا بعد ذلك في الخلافة والإمامة في أبناء موسى ولا في أبناء إسماعيل وكذا كل يوم كان يختلفون وحتى الإسماعيلية ايضا اختلفوا بعد ذلك نزارية ومستعلية وكذا ايضا تفرقوا كل واحد جر صوب معين والآن الإسماعيلية عدة فرق البهرة والأغاخانية وكذا وكذا فهذه نظريات قديمة يجب أن نعود إلى الإسلام والإسلام في القرآن الكريم موجود ولا يوجد فيه أي حديث عن النظام الحكم وعن الدستور وعن انحصار الإمامة في جماعة في هذه السلالة أو تلك أو 12 أو 12 هذا كل حكي لازم احنا نتجاوزه لأنه احنا الآن دمجنا مع الآخرين الآن في العراق يجب أن يكون لدينا خطاب جديد مو خطاب شيعي قديم 12 يقول لك هذا وهمي ما إلى وجود فلماذا نختلف مع الآخرين على قضايا تاريخية تاريخية قبل ألف سنة كان الإمام الحسن العسكري عنده ولد ولا ما عنده ثم ماذا بعد ذلك يجب أن نفكر اليوم الآن إحنا الشعب كله متحد مع بعض ومتفقين على نظام سياسي اللي هو النظام الديمقراطي فإذا نجد أن نعزز هذا النظام بلا ما نقول إحنا سنة ولا شيعة ولا كذا ولا كذا وهذا أحد عشري ولا أثنى عشري ما إلى معنى دعنا نتجاوز هذا إن واحد خطابنا عندنا انتخابات قادمة بالسنة القادمة دعنا نرى المرشحين ما ننظر هذا مرشح شيعي ولا سني نرى هذا المرشح نزيه أمين هذا الحزب فعلا عنده شفافية أو صادق ولا حزب ديكتاتوري أو هذا الزعيم اللي نتبعه ويطينا قائمة معينا وهذا المرجع مثلا يقول انتخبوا هاي القائمة كما فعلوا من قبل ما أعدل الآن راح يفعلون ولا لا ونروح مغمضين أعيننا وننتخب هاي القائمة وما ندري هاي القائمة من هم وشنهم ومن نجابهم ونعينهم كيف نحاسبهم وما عندنا أي علاقة فيهم ننتخبهم ويرحون للمجلس النوام بعد تنقطع العلاقة بينهم وبين الناس ثم ماذا بعد ذلك لا نستطيع أن نوصل رأينا لهم ولا هم يوصلون رأينا إلى الحكومة هم بيناتهم يقعدون ويتحالفون ويتقاسمون السلطة والكعكة كما يقولون وينهبون ويسرقون ويرتشون ويعملون كل شيء ولا أحد يستطيع أن يحاسبهم أحزابهم لا تحاسبهم الأحزاب في بعض يمكن سيد مقتدى شاف فلان ابن فلان جابه وحطه بالبيت وقاعد يحاسبه المفروض له هو مثلا عنده ملفات عليه يقدمه للمحكمة ليش هو يحاسبه؟ هو مو سلطة قضائية ولا إلا سلطة دستورية حتى يحاسب أحد إذا أنت زعيم أو أنت رئيس حزب وشوف واحد من جماعتك دي يسرقه دي ينهب ما لازم تسكت عليه لازم تقدم المحكمة يكون عندك شفافية وصدق وأمانة هل هذا موجود الآن في سياسينا وفي أحزابنا؟ أم لا؟ أحزابنا صار مثل أصابات يعني نجيب وزراء ومحافظين ومسؤولين نحطهم بالدوائر الدولة ونثعارك عليها ليش؟ لأنه راح نكسب من وراهم كل واحد يروح يعني نطينا 20% من المقاولات ومن الرشاوة ومن السرقات ومن كده يعطيها للزعيم والزعيم يجمع الأموال حتى يبقى في السلطة ورئيس الحزب شفت رئيس حزب حاكم يعني انتقد أو إذا طلعت فضيحة بسرعة يحاول يطمطمها يحاول يغطيها هذه المشكلة الأدنى مو مشكلة أنه إحنا نعترف لأم 12 لو 13 لو 14 لو 10 لو 15 هذا ما يهمنا شيء ما بأثر عملي ما في أثر لا في الحياة ولا بالدين وما العلاقة بالدين أساسا فلنهتم الآن في تطوير نظامنا السياسي وفي مراقبة أحزابنا يجب أن تكون هناك ديمقراطية في داخل الأحزاب مو الزعيم والدينة يمين والدينة يسار يطلع قبل واللي يرجع لي وراء إحنا مات وراء مية بمية اتباع أعمى تقليد أعمى سواء كان مرجع واللي نصف مرجع واللي ثلاثة أربع مرجع ما يفيد ما يصير حتى المرجع يجب أنه حاسبة ونراقبة وننتقدها ونوجهها ونقترح عليه شوية حنرفع من ثقة بأنفسنا ومن الشعور بالمسؤولية ومن الوعي معنا لماذا البعض يحاول أن يبقى الناس أنتو كلكم وتفتهمون بس واحد أكو يفتهم بالدنيا هذا المرجع الأعلم يجب أن نقلده من يقوله وعالم من يقوله وأعلم كيف نعرف الألم والأعلم مالته والأعلمية مالته غير نختبرها غير نراقبة غير نشوفها لن غمض عيونا أن نمشي وراء الزعماء وقادة الأحزاب والمراجع والشيوخ والسياسيين لا يجب أن نكون إحنا عندنا في تفاعل بيننا وبين هؤلاء إذا دخلنا بهذه الأحزاب فمو ندخل طمعا وخوفا ندخل طمع حتى ندخل بالحزيب حتى نحصل إحنا مناصب ومكاسب لا ندخل حتى نؤدي رسالة اجتماعية رسالة إنسانية رسالة وطنية أنه إحنا نحقق هذا البرنامج سواء اللي يحكم من جماعتنا ولا مو من جماعة حزب آخر مو مهم مو نريد إحنا نوصل للسلطة نريد نطبق البرنامج وأي واحد يطبق البرنامج معنا إحنا نأيده وننتخبه ونحبه ونواليه الولاء والبراء هاتان الكلمات لهما معنا جديد معاصر مو أنه اللي والي على ابن ابن طالب خوش عادم يروح للجنة والمي والي على ابن ابن طالب يروح للنار لا شي يفيدنا اليوم ما شاء الله شوفوش قد ناس يوالون على ابن ابن طالب اليوم ويسرقون وينهبون يدعون يعني الولاء يسرقون وينهبون لو يصبحون طغات حكام مستبدين لو يصبحون عبيد أذن الله تابعين اتباعا أعمى للعلماء والمراجع والغادة والزعماء والرؤساء الأحزاب كل تلحالتين خطأ لازم تكون أدنى حالة اللي علمنا إياها اللي ما معا لي نفسه أنه إحنا نكون في حالة حضارية راقية من التفاعل مع القيادة حتى لو كان على ابن ابن طالب هو يقول على ابن طالب يقول لا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإن من استثقل الحق أن يعرض عليه أو العدل أن يعرض عليه كان العمل به ما أثقل عليه فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإني في نفسي لست بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من نفسي إلا أن يملك الله يعني يأصبني أو يحفظني فإذن إذا عالم ابن ابن طالب كان هكذا يريد من الشيعة ومن المواطنين من أتباعه من شعبه أن يعامله تعاملاً ديمقراطياً تعاملاً إنسانياً حضارياً إحنا يجب أن نكون الآن هذا اللي يهمنا من علم ابن المطالب ما يهمنا أنه كان منصوص عليه وإلا ما منصوص شيء فينا اليوم يهمنا ثقافته يهمنا سيرته يهمنا تعاليمه وأخلاقه إذا اتبعنا الإمام علي ابن ابن المطالب في هذه الأمور فإن شاء الله الله يجعلنا من شيعة وإذا كنا بعيدين عن هذا المنهج منهج العدل ومنهج المحاسبة والمراقبة والنقد والتوجيه والأمام المعروف والنهاء المنكر فنحن رسلنا من شيعة علي ابن ابن المطالب سواء آمننا ب12 إمام لو ب1200 إمام ما يفيدنا هذا الشيء خلي يكون بحثنا في هذه القضايا التاريخية بحث حيوي معاصر مفيد لنا اليوم لله فيه رضا وللناس فيه أجر وثواب هذا هو المهم يعني دائما عندما نتحدث خلينا نحاول أن يكون حديثنا فيه منفع اليوم للناس مو حديث عقيم سواء كان لو ما كان آمنت ب12 لو آمنت ب13 ناقص واحد زائد واحد عشرة ناقص واحد يساوي صفر لو عشرة ناقص عشرة زائد واحد أهم يساوي صفر يمكن هذا فكر قديم كان أدنى لازم نتخلى عنه لازم نطور فكرنا السياسي إلى فكر جديد معاصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته